اشتركوا في القناة بإضافة مادة جديدة إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 والذي يمنح فرصة إنشاء أندية في شكل شركات تجارية وفقا لقانون الشركات التجارية وأكد سموه أن إصدار جلالة الملك المفدى يده الله للقانون والذي يمنح الفرصة بإنشاء الأندية في شكل شركات تجارية وفقا لقانون الشركات التجارية يؤكد حرص جلالته حفظه الله على دعم مسيرة القطاعين الشبابي والرياضي في المملكة مشيدا بجهود ومؤازرة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء وأوضح سموه أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة حرص على تقديم المبادرة لتحويل الأندية إلى شركات تجارية من أجل مواصلة صناعة الرياضة وتحويل مملكة البحرين عاصمة للشباب والرياضة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله مشيرا سموه إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية وتاريخية في الرياضة البحرينية ويتفق تماما مع نظرة جلالته في جعل الرياضة البحرينية أكثر تطورا وازدهارا في مختلف منظومة عملها وأركانها وقال سموه إن إصدار جلالة الملك المفدى للمرسوم السامي سيمهد الطريقة إلى تحقيق الأندية الرياضية قفزة كبيرة وتاريخية وسيساهم في تحقيق المزيد من التطلعات في الاقتصاد الوطني في الفترة القادمة مبينا سموه إلى أن القرار يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وجعل الرياضة أمام خطوة إضافية نحو الوصول إلى عالم الصناعة وأضاف سموه أننا ننظر إلى المرحلة القادمة بعين التفاؤل خاصة أنها ستكون مرحلة جديدة في تاريخ الرياضة البحرينية ولدينا العديد من الطموحات بتعزيز مكانة الأندية الوطنية لسيما أن تحويلها إلى شركات تجارية سيساهم في تحقيق العديد من التطلعات التي نسعى إلى تحقيقها